السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارجو من الله الجميع يكون بخير ان شاء الله. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو تأثير النجم ذو الذنب او كوكب اه نبير وكما يطلق عليه على القمر وعلى الشمس وعلى اه بعض الكواكب في الفترة الاخيرة. لاننا دايما بنتكلم على تأثيره في الارض اه فقط من اه تغييرات اه مناخية وكوارث كبيرة يعني من براكين وزلازل وظواهر تانية كتيرة. اه اليوم هنتكلم سواعا ا امور بتأكد اه على وجود تأثير قوي من الكوكب او من نبيره ووجوده واقترابه اه الامر اه الاول وهو التغييرات اللي بتحدث على الشمس. وزي ما قلنا الموضوع التاني هو تأثيره على القمر. والموضوع التالت هو اقتراب المريخ مرة تانية. والموضوع الرابع هو كوكب اورانوس. واللي اه كتير بدأوا يشوفوه ويتسألوا عليه خوفا وظنا انه الناجم اه او نبيره. الامر المهم جدا وملاحظة الفترة الاخيرة هو اه اتساع وزيادة درجة الشروك والغروب المتغيرة طبعا على مدار اه السنة. ولابد نوضح الامر قبل ما نتكلم في التأثير ده لان بعض اه الناس بيعتقد ان الشمس بتشرق وتغرب من نقطة واحدة. اولا الشمس بتشرق من نقاط متغيرة على مدار السنة وتغرب بنفس النقاط المقابلة لها. وده بيحصل اه يوميا. وده طبعا من ضمن الاعجاز في القرآن الكريم في اية رب المشارق والمغارب ورب المشرق والمغرب. زي ما احنا شايفين مع بعض اه بتشرق من النقاط دي وتغرب قصادها من ناحية الغرب زي ما قلنا. وده كتير مننا من اللي بتابع الغروب والشروق خاصة الغروب هيلاقي اه انك انت لو بتبص من شباك بيتك مثلا من مكان اه من شباك معين وبتشوف الغروب اه اوقات معينة من السنة في اوقات تانية ما بتشوفش الغروب. يعني لو انت قاعد من نفس الشباك اه في الصيف غير في الشتاء. وده ناس كتير بتاخد بالها من الموضوع ده وبتحسبه ان هو يعني حاجة اه غريبة وغير معتادة لكن اه ده ده طبيعي يعني لانه بيكون في اوقات معينة اللي هي تسمى يومي الاعتدال اه الخريفي اللي بيكون اه من يوم عشرين او واحد وعشرين او اتنين وعشرين او تلاتة وعشرين تسعة يعني في خلال الايام دي من عشرين لتلاتة وعشرين بيبقى اسمه يوم الاعتدال الخريفي اه من عشرين لتلاتة وعشرين تسعة اه والاعتدال الربيعي يوم اه عشرين او واحد وعشرين او اتنين وعشرين تلاتة. عشان نبقى حفظين التواريخ دي. يعني تلاتة وعشرين تسعة او اتنين وعشرين تلاتة. ده الاعتدال الخريفي وده الاعتدال الربيعي. اه وبيبعد حسب ابتعاد المكان اللي انت فيه او الدولة مثلا اللي انت فيها عن اه خط الاستواء اللي هو برضو عايزين نقول برضو معلوما ان هو غير صحيح ومتعمد تغييره علشان مكة المكرمة ما تكونش هي المركز وما تكونش بتمر على خط الاستواء. اه طبعا مش موضوعنا النهاردة. المهم درجات التفاوت بتبدأ من تلاتة وعشرين درجة ونص. زي ما احنا شايفين كده درجة مئوية. اه في الكويت مثلا بيكون سبع وعشرين درجة. في بغداد بيكون تلاتين درجة. اه في دول شمال اوروبا اربعين درجة. فده الطبيعي والعادي يعني. لكن السنة دي بدأت تلاحظ ان الدرجة اه زادت جدا خاصة اه من ناحية اه او في توقيت الشتاء. لاني بتابع من نفس المكان. يعني بتابع من نفس المكان اه مكاني غروب الشمس زي ما انا مصوره اه قدامكم كده. فالمفترض ان دي النقطة اللي بتغرب عندها الشمس في الشتاء. وبتبدأ قريبة من اه الجنوب وبتتراجع اه ناحية الشمال في حالة اه الغروب. والكلام ده طبعا بيحصل يوميا. لحد ما توصل للنقطة دي تحديدا اللي هي بتبقى اه ده الاعتدال الربيعي او الاعتدال الخريفي بتبقى اه في النص كده زي ما احنا شايفين. وبعدين تفضل تتراجع لغاية اه يوم الانقلاب اه الصيفي. ده يسمى الانقلاب الصيفي وهنا التاريخ عشرين ستة اه الفين وعشرين. اه زي ما كنت شايفين مكان غروب الشمس. ده بيبقى مكان النهائي وبعد كده بتبتدي تتراجع اه واحدة واحدة يوميا لحد ما توصل اه للمكان اللي في النص اللي احنا شايفينه ده عند او عند العمود الصغير اللي واضح ده. فالمفترض ان المسافة المسافة دي تبقى هي نفس المسافة التانية. يعني دي الاعتدال الربيعي والخريفي اللي عند الشجرة دي. ده مكان الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي. الانقلاب الشتوي المفترض انه يكون نفس المسافة المقابلة للانقلاب الصيفي. يعني بيكون اه في نفس المكان ده. السنة دي كان الانقلاب الشتوي كان فوق الشجرة النخلة اللي انتم شايفينها دي ونفس الفيلا اللي موجودة دي. فواضح جدا ان فيه فرق تقريبا يعني اه حوالي ستة او سبع درجات اه يعني بالعين المجردة كده نقدر اه نشوف الاختلاف. فده اختلاف اه هم بيتكلموا عليه بان يعني اه انقلاب في اقطاب الارض. وفي تأثير بيزداد الفترة اللي فاتت. ولو هنلاحظ ان الامر ده خاص بالانقلاب الشتوي. ده اول تأثير ملاحظينه على الشمس اه السنة دي. ودي صورة اوضحية من الظاهرة اللي بتحصل. وآآ يعني بنحاول نبحث فيها نعرف ايه هي. لكن بعض الناس بيقولوا ان هي آآ انعكاس للشمس. لضوء الشمس يعني. آآ لكن زي ما انتم شايفين هنا الانقلاب الشتوي. الاعتدالين الربيع والخريفي. وهنا الانقلاب آآ الصيفي. آآ فالمسافة المفترض ان هي بتكون مسافة واحدة بالزبط. لكن آآ الاختلاف احنا شفنا مع بعض. من ضمن الامور اللي بدأت آآ تظهر في آآ الشمس. آآ مثلا موضوع آآ ظهور الضوء الغريب. بعد الغروب بفترة كبيرة جدا. وآآ ملوش دخل بالشمس خالص. طبعا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده لما ظهر في كزا دولة وخاصة كان في السعودية. والناس قالت الشمس يعني خلاص بتشرق منها للمغرب. وهترفع التوبة. وكانت الناس مرعوبة ساعتها وقلنا ان ده تأثيره. بخاص تأثير خاص بالنجم آآ الظنب. وان الامور بعد كده لسه هتزداد آآ في الظواهر دي. ولكن الامر بيتكرر لغاية آآ النهاردة على فترات. يعني هنا مسلا آآ تصوير بتاريخ آآ تلاتاشر خمسة. آآ في كزا دولة. وصلتني برضو صور آآ من مسلا آآ المغرب بعض يعني المتابعين بيقول لي ان احنا بنشوف آآ مشاهد في الغروب اول مرة نشوفها سواء الاشكال اللي يعني اللي احنا شافيناها مع بعض دلوقتي او ان الشمس في الغروب من غير شعاع خالص كانوا قرص الامر ومستغربين هم اول مرة يشوفوا آآ الشكل ده آآ لكن انا انا شفته كزا اكتر من مرة وحتى لو فيه الجو مسلا فيه غبار او فيه شبورة فالشمس بتبقى اشععتها متغطية لكن الامر آآ يعني هما بيقولوا ان احنا بنتابع يوميا وبنشوف الشمس آآ هي دي حياتنا واول مرة نشوف الغروب العجيب ده برضو ظاهرة الشمس اللي اطلقوا عليها الشمس الكاذبة آآ اللي بيقولوا ان هي بتحدث بسبب انكسار اشعة الشمس وبتمر من خلال آآ بلورات الثلج الموجودة في طبقات الصحب الرقيقة آآ العالية والباردة فبتظهر شمس وهمية الى اليسار لكن الكلام ده انا مش مقتنع بيه لان آآ الامر ده بيظهر بطريقة معينة لكن لما يظهر آآ كوكب بيتحرك في اتجاه آآ بعيد خالص عن اتجاه الشمس وليه حركة مختلفة فما تقدرش ان تقول لي ان ده بسبب انكسار اشعة الشمس ابدا يعني آآ انا صدقك لما يكون آآ حد مسلا آآ بيصور ونفس الحجمة ما بيتغيرش ونفس اتجاه الشمس وماشي مع نفس اتجاه الشمس فممكن الاحتمال ده يكون آآ وارد وكلامك صحيح آآ لكن لما شوف كمان يعني آآ يعني احنا لو لاحزنا في الصور اللي هم حطيناها هتلاقي الاماكن آآ مختلفة الاحجام مختلفة ممكن تكون واحدة بعيدة خالص واحدة آآ يعني مبتعد عنها تماما آآ دي مغيرة شكل السحب ودي ملهاش اضاءة فما تقدرش تقول ان ده آآ انكسار اشعة الشمس ابدا يعني كمان من ضمن التأثيرات القوية جدا هي زيادة درجة حرارة الشمس آآ بقوة وفي تفاوت ما بين الصبح وما بين بالليل آآ تفاوت غريب جدا آآ درجات الحرارة بتزداد بطريقة آآ عجيبة جدا وممكن تاني يوم تلاقي في آآ شتاء مفاجئ وده آآ وضع طبعا مش طبيعي او مش دي فصول السنة اللي احنا آآ واخدين عليها درجات الحرارة بقت مرتفعة جدا جدا آآ بالنسبة للتأثير على القمر آآ طبعا انتفاخ الاهلة بدأ يظهر من سنتين تلاتة تقريبا احنا خدنا عليه يعني خلاص لكن في زيادة آآ ضوء القمر نفسه زيادة ضوء القمر بقت غير المعتادة زيادة حجمه ولذلك آآ بنلاقي تقارير كتيرة قوي عن القمر العملاق ويعني وصول القمر لنقطة الحضيد الاول كنا بنسمعها على فترات آآ كبيرة قوي دلوقتي على فترات آآ قريبة جدا بنسمع عن آآ القمر العملاق بنسمع عن آآ ان القمر وصل لنقطة الحضيد يعني نقطة الحضيد هي اقرب نقطة لي من الارض فهل الامر ده بيتكرر على مدار السنة كزا مرة لا ما كانش بيحصل الكلام ده انت كمان بنظرتك دلوقتي لما تبص الحجم القمر آآ هتلاقيه مختلف تماما عن الاول حجمه فعلا غير عادي هما من وقت الوقت بيظهروا الامر ده ولكن مش بوضوح قوي علشان ما يخوفوش الناس وما يقولوش لا ده في حاجة مؤسرة على السماء والكواكب والاجرام في السماء فاقتراب النجم ده من نبيره يعني اقترابه من الارض بيؤثر بسبب قوته هو قوته الداخلية وتأثيره على الارض وطبعا الزنب او الذيل الذي يتبعه من النهازك والمذنبات ليه تأثيره على الارض اكيد وعلى طبقات الجو تأثير قوي جدا وده بينعكس على الارض كمسبب لاحداث ظواهر واحداث قوية جدا قبل الحدث الاكبر المكلف به هذا الكوكب المعروف من زمان دينيا وعلميا واللي قلنا انه سبب طرق الدخان كما جاء في القصر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاء المرفوع على صحيح البخاري ومسلم وزي ما شرحنا قبل كده كذا مرة انه بسبب اقترابه بيتسبب في امور كتيرة جدا لما يحمله من قوة مغناطسية او قوة حرارية عالية جدا ومنخفضة جدا بنفس الوقت كما لا يحدث هذا في اي كوكب اخر واحنا بنقول احنا بنحس باقترابه لما بيتسبب في تغييرات كبيرة جدا لما يحمله من خصائص قوية جدا في تكوينه الداخلي وتكوين الذنب المحمل بالمذنبات والنيازك فطبعا تأثيره على الشمس واضح وتأثيره على الارض برضو واضح لكن موضوع ان الارض بتتحرك وبيتغير مكانها او بتتباطأ حركتها فانا بالنسبة لي الكلام ده يعني غير صحيح فكل التأثيرات دي على الشمس او على القمر يبدو والله اعلم ان هي هتفضل مستمرة لحد يعني ما يقترب الكوكب نفسه ليؤدي المهمة المطلوبة منه وهي طرق الدخان في العالم كله لتكون يعني اولى العلامات الكبرى لاخر الزمان اما الموضوع التالت وهو اقتراب المريخ مرة تانية اقتراب المريخ يعني ظهر معايا في خلال الاسبوع اللي فات ده بدأ حجم المريخ يكبر زي الفترة اللي فاتت ولكن لسه ما وصلش للحجم اللي وصله السنتين اللي فاتوا كنا بنتابعه يوميا ولسه بالرأبه اليومين دول لكن بدأ يظهر بعد اختفاء او يعني ظهور بحجم صغير او الحجم الطبيعي اللي احنا بنقدر نشوفه فلسه هنتابع المريخ الفترة اللي جاي ان شاء الله وهنشوف اذا كان في تأثير عليه او لا لكن الاغرب بقى او الموضوع الرابع اللي هو كوكب اورانوس الموضوع ده مهم جدا نتكلم فيه لان ناس كتير سألتني ومازالت بتسألني دلوقتي عن الكوكب او اللي بيقولوا ان هو ده النجم ذو الذنب لانه كمان بيظهر من مكان عجيب قوي اللي هو مكان الشروق او من الشرق وقت قبل الفجر لحد يمكن لحد الشروق بيبقى ظاهر بشكل مرعب جدا وشكل مخيف وحجم كبير قوي قوي تخطى كل احجام الكواكب اللي كنا بنشوفها ولسه طبعا بيبان لغاية النهاردة لو اي حد قبل الفجر هيتابع وبعد الفجر هيتابع هيشوف ان فعلا كوكب اورانوس باين بحجم عجيب قوي وحجم مخيف يمكن خمس ستة اضعاف حجمه المعتاد لان هو ما بيظهرش قوي زي مثلا كوكب الظهر او المشتري لكن ده كوكب اورانوس ملوش داخل خالص به النجم الذنب لان قلنا كزا مرة جماعة الكوكب اذا ظهر فالامر هيكون مختلف تماما لانه مش كوكب عادي او زي وزي اي مزنب كده ده هيظهر هياخد وقت احنا شايفينه هيترق الدخان بالطريقة اللي يعني ارادها الله سبحانه وتعالى فبنقول يعني ما تخافوش ده كوكب اورانوس ملوش داخل خالص بالنجم الذنب والموضوع يعني مختلف تماما مش مجرد كوكب لاضاءة في السماء اضاءة عالية فيبقى هو ده الكوكب لان الموضوع مختلف تماما عن مقدرتنا او تخيلنا لآية من آيات الله سبحانه وتعالى كبيرة الناس كلها هتشوفها لكن فعلا كلها ظواهر غريبة وبتؤكد فعلا ان فيه امر بيؤثر على الاجرام السماوية كلها مثلا القمر زي ما قلنا والحجم الكبير دي صورة يعني صورة ضعيفة شوية لكن متصورة من اخ من الاردن تقريبا وبيقول لي انا اول مرة في حياتي اشوف القمر بالشكل العجيب ده هو الطبيعي ان القمر وقت شروقه بيكون لونه مائل للأحمرار لكن احنا بنقول ان اللون بيبقى زايد قوي كده ده مش طبيعي ولا الحجم برضو المفترض ان هو يبقى بالشكل ده فطبعا انا بحاول اسرع الفيديوهات شوية علشان يعني ما اتطولش مننا ونبقى بنقدر نوصل الفكرة بتاعتنا بسرعة شوية فالوضع في السماء غير الاول وكلنا ملاحظين الكلام ده اتكلمنا تقريبا عن زواهر كتيرة بتحصل والفترة الجاية دي بقى يعني عايز اقول لكم ان في امور انا دايما بطمنكم الفترة اللي فاتت لكن فعلا بدأت امور تظهر اه يعني فعلا مخيفة مخيفة ومحتاجة اه متابعة اه لذلك انا يعني علشان اقدر يعني اواكب الاحداث الاخيرة دي فقررت ان يعني عشان اقدر اسجل التسجيل الصوتي بيبقى اسرع شوية من اه التجهيز للتصوير فيعني الفترة الاخيرة ان شاء الله هيبقى فيه تسجيلات صوتية مضطر مع بعض الصور او الفيديوهات التوضحية اه لان فعلا الامور بدأت تاخد منحنة اه مخيفة شوية بالنسبة لموضوع النجم ذو الذنب او كوكب اه نبيرو فبكده يبقى حلقة النهاردة يعني اه خلصت على خير ان شاء الله دولنا الملاحظات بتاعتنا اللي احنا يعني شايفينها مهمة جدا وباذن الله ان شاء الله اه احتمال كبير يكون في حلقة تانية مهمة جدا عن خبر عجيب اوي اوي كله هيتفاجئ بالفترة دي وده برضو من ضمن الامور اللي لازم نتكلم فيها واللي انا بعتبرها فعلا يعني مؤشرات مخيفة شوية خاصة بالنجم او كوكب نبيرو او اكس او الكوكب التاسع ايا كان المسمى زي ما بنقول في اخر كل فيديو ما تنسوش كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا